الله بالخير لكل من نتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة يوم جديد مشوار جديد وأكيد مواضع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة كل معتاد البداية مع رأفة ومجموعة من العناوين مرحبا رأفة مرحبا أزل تحية طيبة لكل متابعي قناة الشرقية وحلقة جديدة من برنامج أهل المدينة سنتابع بها مواضع تخص المدينة وأهل المدينة والبداية من العناوين بعد عرضه في برنامج أهل المدينة الشروع بتنظيف موقع نصبي بلات الشهداء في بغداد والمطالب تستمر بإعمار النصب التاريخي مع قرع جرس انطلاق العام الدراس الجديد المناهج الدراسية تباع في الأسواق السوداء والمدارس الكرفانية أمل الطلبة للخلاص من الطينية لأكثر من خمسة أمتار مياه بحيرة الحبانية تنخفض ومختصون يؤكدون أن خطر كارثة الجفاف بات أمرا واقعا هذه العناوين والتفاصيل بعد الفاصل الله بالخير مرة أخرى لليوم الثاني على التوالي احنا أيضا مواضيع أنها أغلبها عن العام الدراسي والمدارس ومشاكل المدارس وأنا متأكدة من الأسبوع القادم يعني لأنه اليوم مو هو يدامه صح رغم أنه هناك الملايين قد توجهوا إلى المدارس صح يعني تعرفون أنه إحنا متأخرين عن العام الدراسي المفروض من واحد عشرة يبدي فمن اليوم اللي راحوا بدأت الناس أو بدأوا المعلمين ينتون دروس يبدون يحضرون للأسف الكثير من الطلبة وأولياء الأمور اشتكوا أنه ماكو كتب كتب أما تكون تعرفون اليوم أنا سماعت أنه وزارة التربية بدأت بطبعا تقريب أنه قبل يومين بس اليوم كان الخبر رسمي يوم الثنين أنه أعتقد أنه كان هو الخبر على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية أنه التربية بأشرت بطباعة منهج دراسية جديدة ومعرف أنه يبتطوص يكملوها وشوقت أنه يوزعوها للتربيات وبالتالي أنه توزع على إدارات المدارس والمدارس هاي إذا لحقت أنه تنطيها لكل طلاب بس أعتقد أنه التغيير هو فقط في المراحل المنتهي حسب أن سماعت أنه بس السادس الأدادية هناك تغييرات صح أكو تغييرات أما المراحل الأولية أنه ما أعتقد أنه بها تغييرات مو هذا موضوعنا بس المناهج إحنا خلينا نحكي على المشكلة الأكبر الكل يعرف أنه إحنا لأعداد التلاميذ والطلاب اللي عندنا هو جاوز الـ 12 مليون صح المدارس اللي عندنا عن اللسان وزير التربية الأسبق قال أنه إحنا بحاجة لبناء أكثر من 10 ألاف مدرسة حتى نسد النقص الحاصل بالأبنية المدرسية وهذا التصريح كان قبل أربع سنوات أعرف معتقد خمسة أكثر المهم لكن لأسف لحد هذه اللحظة شنو اللي سوينا سوينا أن هذه العشر تلاف مدرسة نفد ألف مدرسة أبدا ما أكو إحنا كانت عندنا مدارس أنه يمكن أنه تمشينا لعشر سنوات أو 15 سنة بعد لكن للأسف أنه تهدمت بحجة إعادة إعمارها من جديد وخلوا الكارفانية والطينية اللي هي آلة للسقوط موجودة ما هدموه هدموا المدارس اللي هي ها تمشينا مثل ما قلت عشر إلى 15 سنة طيب شنو الفائدة منعتها ما أحد يعرف الكل بالبداية فرح أنه استبشرنا خير أنه أكو مشاريع بدأت تحال من دول إلى للحكومة العراقية وزارة التربية بعدين حولت ملف الأبنية المدرسية لمجالس المحافظات مجالس المحافظات ما كنتهت طبع زين الفلوس هنانا وين هن؟ آه هذا الناس اللي استبشرت به خير واللي قالوا إحنا عدنا مشاريع أبنية مدرسية راح تكون نموذجية زين المبالغ اللي صرفت على المدارس أو على المشاريع المدارس أنه جاوزت المئة مليار وستمية طيب هذا رقم يعني رقم مو بالسهل أنه اليوم أنه نقدر نعوضه لأنه إحنا ميزانية ما عدنا فش وقت أنه راح نخصص لأموال وش وقت أنه راح نبدي مباشر بالمشاريع أو نستقنف هذه المشاريع من جديد بالمشاريع ما أعتقد أنه راح نلحك ولا بعدين أنه أكو موضوع ما الحكومة الصينية اللي تبرعت ببناء ألف مدرسة أيضا هم ما شفنا من كل مدرسة أو مدرستين زين الأموال من خصصيها أزل أنه لكل مدرسة كذا مبلغ احنا الكل يتذكر قبل موسم أو موسمين في الديوانية مدرسة كلفت خمسين مليون بتبرع ذاتي من الأهالي بينهم مدرسة نموذجية وهذا الشيء كل شيء مهم لكن للأسف أنه إحنا بعدنا متأخرين لأشواط عدد حكب هذا يمكن أعتقده طول هذا الميل لا لا ما يخلص لا نحن نحكي سمع نسولف فحنا هسا اليوم وحنا عدنا هواية قضايا بس خليني بديكرة شيء إيجابي شيء يعني يحسب ببرنامج أهل المدينة فشايفين إحنا نفرح كثيرا لمن ما يكون هناك استجابة لقضية معينة الإعلام هو يطرح القضايا لا يحل القضايا لكن يوصلها للجهات المعنية قبل حلقتين بالضبط إحنا عرضنا مقطع يخص مدرسة بلاط الشهداء حتشينا بشكل كبير عن هذه المدرسة حتشينا عن التاريخ إحنا قارينا في القراءة عندما كنا صغار وقلنا أنه إحنا مهما فعلته أو الناس في بالها بعض الجهات ترى هذا تاريخ يعني ويبقى موثع المدرسة كانت يعني مليئة بالنفاية مهدمة ومليئة بالنفايات النصب الموجود الذي يخلد هذه الحادثة الأليمة أيضا منتهي فعرضنا هذا الموضوع للجهات المعنية اللي هي وزارة التربية مع الحكومة المحلية ومع أيضا وزارة الثقافة اللي هي معنية بموضوع النصب اليوم يعني اللي جاي شاهدونا هذه كاميرتنا الحمد لله كانت هناك استجابة إغلاق طبعا المكان وتنظيف المكان الخارجي ويعني البدء بعملية الإعمار مرة أخرى بناءها مرة أخرى الموقع أو المدرسة تم إحاطتها مثل ما جاي شوفون بحاجز حتى يتم إعادة إعمارها من الداخل وهذه خطوة إحنا يا ما حتشيني بيها أنه من تريد أن تتعمر مكان يجب إغلاقها بشكل كامل حتى يكون العمل بشكل مخفي وأيضا بشكل صحيح ولذلك هذه هي الخطوة الأولى تنظيف الأماكن المحيطة بمدرسة بلاط الشهداء وإن شاء الله بدأوا بعملية إعادة إعمارها وتنظيفها وبنايتها مرة أخرى وصيانتها وخاصة النصب الموجود في داخلها حتى لو ما تم استخدامها حتى للمكان للمنطقة اللي هي في بغداد الدورة حي المعلمين هو مجرد رح يكون هناك تذكار أنا ما عرف ذلك رح يستخدموها أو لا رح نشوف إحنا مقطع الفيديو شكرا رغم أنه هذا واجبكم لكن الحمد لله هناك من التفت خلال يومين كان هناك تحرك سريع حول الموضوع الحمد لله وشكر بعض المناشدات اللي وصلناها للجهات المعنية للأهالي أيضا اللي ناشدوا وصلنا إلى هذه النتيجة ننظفوا الساحة حطوا تشينكو هذه مرحلة أولى نتمنى بمرحلة القادمة أيضا إن شاء هذا تشينكو ويصير بناء وتنظيف لهذا الصرح بناء وتنظيف لهذا المكان إن شاء البزل اللي موجود داخل المدرسة يتنظف هذا الصرح يتعدل ينبني من جديد يترمم من جديد أفضل من هذا تشينكو الموجود حاليا لكن نقوله هذه مرحلة أولى إن شاء الله القادم يكون أول اللي نتمنى هسا حاليا إن يكون هناك استعجال يعني البدء إحنا مو معناتا أنه حوقناها وخلص وانتهى الموضوع نتمنى لأنه تعرفون جاي الشتاء أيضا يعرقل العمل نتمنى أن يكون هناك سرعة في إنجاز هذا العمل ونحن نتابع الموضوع أول بأول وخطوة بخطوة ونرجع نشكر رغم أنه هذا واجبهم لكن نشكر أنه هناك من يستجيب بهذا الزمن الذي به قلة الاستجابة إن شاء الله نتابع القضية ونتمنى من الناس أيضا أن تتشجع في إرسال أي مقطع أي صور تخص أي قضية عسى ولعل أنه إحنا من أن نوصل للجهة المعنية يتم المباشرة بحلها وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذا البلد مهم جدا دائما أن نسلط الأضواء على مثل هذه القضايا التي يتمس المواطن بشكل مباشر وأيضا نطرحها وهدفنا من طرح هذه القضايا هو إيصالها للجهات المعنية من أجل استجابة بشكل سريع ومعالجة كل هذه المواضيع السلبية اللي تعودنا عليها منذ سنوات وليحد هذه اللحظة مفقط موقع بلات وشهداء اللي هو منتهي بسبب الإحمال أو تراكم النفايات فيه من المواقع لكن إحنا خلينا نحكي بالمدارس اليوم مدارسنا وإحنا بعام 2020 بعدنا لحد هذه اللحظة عدنا مدارس كارفانية وعدنا مدارس أعلى للسقوط وعدنا مدارس طينية وطينية مكثرها وعدنا مدارس حتى باب ما المدرسة وسياج ما بيها عدنا مدارس حتى ساحات ما بيها عبارة عن غرف طينية وهذه الشعبة الشعبة ألف هذه الشعبة باب ومرقمها الإدارة ماكو حال حال بقية الصفوف اللي موجودة طيب ليش أنه احنا وصلنا لهذه المرحلة و احنا في عام 2020 وميزانياتنا من أهم الموازنات الدولية في المنطقة يعني عدنا أموال طائلة جدا عدنا أرباح تجينا من إرادات النفط أيضا كبيرة جدا احنا بعدنا لحد هذه اللحظة باقين ننتظر واذا نريد نحشى على الكارفانية فالكارفانية هي مو تبرع من وزارة التربية العراقية أو من الحكومة العراقية لا تبرع دولة الكويت الشقيقة دولة الأمارات هذه الدول اللي تبرعتن بمدارس كارفانية للأسف هذا العراق العراق اللي المفروض هو يتبرع لكل دول العالم هو ينطي لكل الناس المحتاجة والما محتاجة هس احنا صرنا نستقبل ونتقبل هذه العطايا والهدايا اللي ما عرفوا أكيد ما ننبيها علينا أضافة إلى أنه عدنا أربع محافظات هي تعرضت للدمار في عام 2014 هذه المحافظات أنه خصصت إلها أموال طائلة جدا من أجل عادة عمار المدينة بشكل كامل ومن ضمنها المدارس طيب لحد هذه اللحظة بنوا بها مدرسة ما نريد نقول مدرسة نموذجية لا بدأوا بها مدرسة أنه الطالب أوكي يروح يلقى أكو مغاسل يلقى أنه أكو مي شربه يلقى أكو ساحة يلقى أكو يعني كلاس أنه أوصف أنه بي رحلة بي شباك بي صبورة زينة لا ما موجودة فإذن اللي شاهدناه يوم أمس الوقفة اللي كانت في كربلاء المقدسة واللي تحدثنا عنها في حلقة يوم أمس كانت أنه أحد الرسائل اللي موجودة واللي شاهدناها بشكل مباشر أنه مدارس بلا حقوق فإحنا اليوم كل المدارس العراقية هي بلا حقوق بس اسمها مدرسة مهملة من قبل الجهات المعنية المتمثلة بوزارة التربية أو دارة التربيات اللي مسؤولة عنها لأنه أي مدير تربية ما عنده الجرأة الكافية اللي يروح يواجه بيها الوزير يقول لي يا بتعال أنه آن المدارس اللي تابعه ضمن رقعة جغرافية لدائرتي أو لتربيتي أنه بيها مشاكل وحدثين ثلاثة عدنا نقص بالكوادر التربوية عدنا نقص بالكتب والمنهج الدراسية عدنا نقص بالمقاعد الدراسية وغيرهم للأمور لا معدهم من يقول لها شون الوضع يقول له والله أستاذ جيد عمد الله وشكر مدام أنت موجود احنا بخير كل مدارسنا بخير طلابنا أصلا ممتني من عندك ويتشكرونك لأنه أنت سألت عليهم وهذا اللي دائما ما يحدث عد كل المدراء أمام مسؤوليهم والأعلى من أدهم إذا كان وزير أو مدير عام أعلى من عنده بالصفة أو بالمسمى الوظيفة احنا حتى نصل في التفاصيل أكثر عن المدارس بلا حقوق والوقف اللي شاهدناه هم أمس واللي تم عرضها أيضا في البرنامج ينضمن الناشط المدني من كربلاة المقدسة علي حاكم مرحبا علي مرحبا مساء خير عليكم وعلى كل المشاهدين الكرام حياك الله علي بداية نخلي نبدي من مدارس بلا حقوق شون أنه قدرت أن نتوصل الواقع المأساوي والمرير اللي عايشتك كل المدارس العراقية بجملة من ثلاثة كلمات مدارس بلا حقوق نعم احنا تعودنا في كل سنة دراسية يعني تمر مرور الكرام نشاهد في بداية المدرسة تهنئ من الوزير الفلاني وتهنئ من المحافظة الفلاني وتنتهي بداية السنة الدراسية الجديدة بالتهنئات ولكن تبقى المنغسات كما نصفتوها وتبقى المعاناة باقية لهؤلاء الطلاب اللي يحاولون إكمال تعليمهم رغم كل هذه الظروب فأردنا أن نوصل رسالة إلى أن التعليم في العراق هو أشبه بالسجون أشبه بالزنازين هذا التعليم لا يلبي أي من طموحات أو نترك الطموحات لا يلبي أبسط فعلا علي أنه وصف دقيق وتشبيه مثل ما يقال في العام تشبيه قاتل لأنه اليوم السجون العراقية اللي موجودة ولا مستوى آخر ممكن يقدموه للتلاميذ اللي موجودين داخل هذه المدارس بعد ما صارت هذه الوقفة وأكيد كان لها صدق كبير منذ يوم أمس ولحد هذه اللحظة الجهات المعنية في كربلاء المقدسة والمتمثلة بتربية كربلاء أكو ردود من قبلهم أن أحد قال لك أنه لا إحنا رح نغير الواقع في المدارس اللي موجودة في كربلاء رح نضيف وحدة ثين ثلاثة رح نغير بالمناهج رح نغير بكذا لولحد هذه اللحظة وكأنه شيء لم يكن ولا تم مشاهدة هذه الوقفة اللي صارت في كربلاء المقدسة نعم الحقيقة بعد هذه الرسالة النقدية اللاذع اللي يقدموها هؤلاء الأطفال من خلال حدثنا الفنيين اللي قمناه ما أبقى يستجابك العادة ولكن من المضحك نشتنا اليوم في مديرية التربية في كربلاء تنشر صور لمدرسة معينة ويوزعون بعض من الأشياء التغذية وصوروا هذه المدرسة ونشروا بعنوان مدارس كربلاء بهذه العمومية تستقبل عام الدراسي الكبير فأحنا سألناهم هل يوجد أكثر من أكثر مدرسة في كربلاء هل في كل هذه المدرس الآن تم استقبال عام الدراسي هكذا أم فقط في هذه المدرسة ولوجود المحافظ ومدير التربية فيها فاليوم الحقيقة إذا كانت الاستجابات هي استجابات للترند واستجابات للمواقع التواصل فلا يمكن إصلاح التعليم بهذه الطريقة ولا أسأل مديرة كربلاء أو بالأحرى أسأل كل وزارة التربية والتعليم هل كل هذه المدارس تستقبل العام الدراسي بهذه الطريقة أو كل مدارس لا يوجد رحلات أنا اليوم معاكم باللقاء جالس على هذه الرحلة حتى أصل رسالة مهمة أن هناك طلاب بدأوا عامهم الدراسي ولا يملكون مثل هذه الرحلة اليوم الأهالي كلهم يعانون من مشكلة المناهج الدراسية المناهج الدراسية الجديدة وزعت بنسبة أقل من 40% وفي بعض المناطق أقل يعني الطالب يستلم كتاب واحد جديد وبقية الكتب قديمة وفي التالي تأتي في أعناق العوائل الفقيرة التي لا تجد قوت يومها فبالتالي تتحول إلى شراء هذه الكتب اليوم نحن لا نريد حلول ترقيعية ولا نريد مواكبة للترقيع أنت معلم لو فقط ناشط لا أنا فقط ناشط مهتم بقضايا التعليم يعني بالتالي أنا لا معلم ولا فنان ولا صانع محتوى الحمد لله تدري ليش لي ما معلم شانا انت فصلتها السد على هذا كلام جاء قلت معلم شانا اللاصد طيب صحيح طيب يعني الموضوع هو مو حديث الساعة هو صار لسنوات وتعرف في هذا الموضوع تراكمات يعني باعتبارك أنت مهتم بهذا الموضوع من أين نبدأ يعني هي القضية متعلقة شماديا تعتقد فقط هي وتحل هذه المشاكل في المدارس نعم الحقيقة اليوم أن مشكلة التعليم هي مشكلة متراكمة تتعلق بأركان التعليم الأساسية اللي هي النظام التعليمي والبنى التحتية والمناهج وبالتالي كل هذه الأشياء تتعلق أيضا بميزانية التعليم العراق اليوم هو واحد من الدول التي تصرف أقل من 4% لميزانية التعليم بينما نشوف بعض الدول 18% و 19% لميزانية التعليم هذه نقطة النقطة الأخرى هناك توجد استراتيجية واضحة هذه استراتيجية تلتزم بالمواثيق والسياسات الدولية يعني العراق في شهر الماضي شارك الجمعية الأمم المتحدة في قمة تعرف بقمة التعليم وصراحة استغربت كمتابع ومهتم الشعر التعليمي بكلمة العراق في هذه القمة وهم يصفون النظام التعليمي والجو التدريسي في العراق وكأننا في دولة أوروبية ولكن الواقع مختلف لذلك كانت رسالتنا من خلال هذا العمل أن نوصل ما هو واقع التعليم إلى كل الدول فاليوم حتى نبدأ بستراتيجية فعلية لا بد أن نبدأ بكل أركان التعليم بداية من النظام التعليمي إلى النظام التعليم إلى المناهج الدراسية والأهم لحقوق المعلمين اليوم نحن نشوف معلمين يحاولون أن يبذلون أقصى ما في جهودهم ولكن حقوقهم أيضا مغيبة بالتالي المعلم لا يستطيع أن يقدم أسلوب جديد إذا كانت البنى التحتية لا تسعف في ذلك يعني كانت صفي خمسين طالب نعم ابقوا إياه نحن رح نعرض مقطع الفيديو اللي هو خاص بالموضوع اللي هو انتمثلت بسجن على فكرة هذا الموضوع ما يخص فقط كربلاء هذه يعني الصور أو مقطع الفيديو أو هذه اللقطات التمثيلية يتخص العراق ككل إحنا عندنا نسبة كلش قليلة من المدارس هي بيها بعض المميزات الأهلية مثلا صارت ولذلك المدارس الأهلية هي أصبحت أكثر بكثير من المدارس الحكومية والناس تبطر أن تبيع ممكن أشياء من منزلها في سبيل أن تسجل أولادها في المدارس الأهلية أو تتداين أو أنه إذا كانت ما عندها فهي تجبر على الذهاب إلى المدارس الحكومية اللي هي أصلا خارج عن التصنيف وكل العالم لا يعترف به هذه المدارس ولا بشهادات هذه المدارس نتابع هذا المقطع وعليه طبعا اللي بكر بهذا أو صاحب الفكرة رح يبق ويانا ونتواصل وياه ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى علي مثلت الواقع التعليم بالعراق بشكل جيد غير اللي تحدثنا به أنه هو واقع سيء ومرير جدا وبالتالي أنه أبسط المقاومات أو أبسط الأشياء اللي يحتاجها الطالب داخل المدارس هو ما متوفر أنت ليهش اختارئت أنه اليوم القضبان أو السجن اللي هو شبهته بالصف أنه نظيف الكاربود نظيف وجبة الطعام جايب نظيفة حتى التواليات أنه مخليها جديدة مو تحس أنه أنت انطيت في صورة إيجابية على أن الواقع التدريسي أو واقع التعليم في العراق داخل المدارس العراقية يكون جيد بهذا الشكل لو أنت ردت أنه تضيف لمسه حتى تبين الفكرة بشكل أوضح نعم هذا العمل فني هو من جزئين الجزء الأول اللي هو داخل القفص وداخل القفص مثل ما نشوفه سجن ليس فيه أي شيء وفيه هذه المروحة المروحة المكسورة أما خارج القفص وحتى أنت تبقى أنه نظيفة صح أنه كانت شكلها من تهي بس أنه نظيفة المروحة إذا نشوفها فهي مروحة مكسورة مروحة بينها لا تدخل بس أنت جايبها نظيفة لأنه لا نحن لدينا مروحة داخل الشعب أو داخل الصفوف نظيفة وهي بهذا الشكل يعني هذا اللي دعها قصد الحقيقة أننا نجد هذه المروحة أيضا من نفس الصفوف الموجودة ما خارج القفص السجن هو يمثل طموحات هؤلاء الأطفال وبالتالي هم لا يستطيعون الوصول إلى طموحاتهم يعني هذا المرحاض النظيف هو حق إلى هؤلاء الطلاب ولكن هم لا يستطيعون الوصول إليه لأنهم مقيدين بهذا السجن والسجن يمثل الواقع التعليمي في العراق فهذه المروحة اللي نشوفها هي تمثل واقع التعليم أما المرحاض والتغذية المدرسية والرياضة والفنية اللي تنسرق في أغلب مدارسنا والمناهج والقرطاسية هذه الأشياء هي غير موجودة لا يستطيع الأطفال من الوصول إليها طيب علي بس يعني البارحة احنا شرحنا الفكرة بشكل يعني مفصل حتى كرة القدم إنه ماكو درس الرياضة ودرس الفنية وكل هذه اللي هي المفروض أن تكون متوفرة في المدارس وحتى أنا حشيت بموضوع الحمام وقلت هذا أهم ممكن الأكل إحنا ننطي كأولياء أمور ننطي الأولادنا الأكل ياخذوا وياهم أو يشترون من هناك لكن موضوع الحمام أنا قلت لساعات طويلة يبقون هما يضطرون أنه يبقون يتحملون من يرحون إلى أن يرجعون إلى بيتهم يلا يدخلون إلى الحمام فبالتالي إحنا عندنا نسبة كبيرة من الطلبة يصابون بالتهابات المثانة والحصى والرمول والعجز الكلوي ومشاكل كثيرة في المثانة نتيجة بقاءهم لساعات طويلة وحساسا مفروض أن وزارة التربية والحكومات تفكر بي لكن هي لا تهتم نقطة يعني أنا صار عندي فضول ما شفت بنات معكم بهذه خلنسميها الحملة الفكرة أكوه تلميذات وليش بستلاميذ نعم احنا مشروعنا يستهدف كل الفئات سواء كان الأطفال من الذكور أو من الأناع ولكن في هذا العمل ولحساسية يعني مدينة تذكر بلاء لها خصوصية نوعا ما محافظة فبالتالي لا يمكن أن نضع يعني البنات في هذا العرض فإحنا استخدمنا يعني وبالتالي يعني قررنا أن الأطفال هم من يشاركون في هذا العرض الفني باعتبالهم عندهم قدرة تحملية أكثر ومن جانب آخر حتى نوصل رسالة يعني بالتالي لا يتم ناعد العمل أو يأخذ بمسارات أخرى فهمتك فهمتك بعدت عن الشر وغنيت له حتى لا تسبب مشكلة بس حتى نقول يعني أنه هي القضية ما تخص فقط التلاميذ هي تخص جميع الذكور والأنات كلهم يعانون نفس المعاناة قد يكون البنات عندهم أصلا مشاكل أكثر وأكبر إحنا نشكرك علي حاكم ناشط مدني من كربلاء منذ البارحة إحنا نحكي بالقضية القضية شوفوا إحنا ما نكون داعا نشذب على نفسنا هذا واقع حاد ما لأنه تطلع محافظة تنشر صور تقول إحنا اليوم كلهم طبعا نشروا أغلب المحافظات تقين الجرسة رحون إلى مدرسة نموذجية وإحنا يختارونها من قبل أسبوع قاعدين يجلفون بيها وصبغوها ولازم يلبسون زي موحد وقالوا للطلاب اختاروهم المرتبين يوقفون بالبداية هاي نسميها إحنا الكلاوات بين قوسيا أحافظينها إحنا مليئنا منعدها وجيبوا فواكه والضيوف جايين والجرس سنرتبوا وجرسة سنمعكوا بالمدارس إحنا ليش نشذب على نفسنا يعني الناس يدقون على البيبان ترى حتى في سبيلون يقولون ترى فرصة هاي إذا أكو فرصة نعرف أن الوضع بائس 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 ووزارة التربية من فشل إلى فشل أكبر ما عندها إنجازات غير أنا قلتكم شنو يحسب إنجاز بالنسبة يعني إلها ممكن كان الدور الثالث لبعض الناس واستفادوا ومن عندها للأسف وصعدوا والكسالة واللي ما يعرفون يكتبون اسمهم هس أنا شالوا أنا اعتبرها إنجاز شالوا ولغوا وأتمنى أنه يبقوا متمسكين بي حتى البرحة كانت خايفة وقلت السوفيان قلت لبعد كل هذا التمسك بعدين لها وزارة التربية بعدين ما يدقون رجعت الدورة الثالث أو يرجع ويرجع نتيجة الضغوطات الموجودة وما يدخل وزارة التربية لأنه اليوم ما يقض ضغوطات ما يقض ضغوطات سياسية ولكن الضغوطات السياسية لزنة التربية النيابية داخل المجلس النواب واليوم مجلس النواب بس يردون أنه يحسنون من صورتهم هذا هذا يعني أتمنى ما يقضي شكل عقل أقول فهي المدارس بالعراق أنا ذكرته قبل أن أخذ علي أنه قلت أنه تملك من يسأل مسؤولة ومن يسأل مدير عام أنه شون الوضع تكون بالمدارس ممتاز ممتاز جيد عاش تيدك أنه كلها تمام لكن أنه الواقع اللي عايشي التلاميذ وحتى الكوادر التربوية طبعا مأساوي يعني اليوم ماكو معلم أو ماكو معلمة وماكو معاونة ماكو مديرة أنه هي مرتاحة داخل دوامها بهذه المدرسة لأنه ضغط أعداد الطلاب كل شهوية الدوام ثنائي أو ثلاثي كل شعب يتجاوز أعداد التغاميذ بيها إلى أكثر من 60 إلى 70 طالب مقاعد ماكو هوسة شبابيك زجاجة مكسر بردات ماكو صبورة ما نتنبعدها هاي اللي اللي تشن ندرس بيها في التسعينات الطب شور اللي هو غوة يمشي وهذه الوضعية هي نفسها اللي احنا دعنا نسؤال فعلها نبقى بنفس الموضوع وملف وزارة التربية وبدأ لعمل دراسة جديد لكن نرجع لموضوع ملف الأبنية المدرسية واللي تحدثنا عنها في بداية الحلقة وذكرنا أنه احنا يحتاج لنا أكثر من 10 ألاف بناية مدرسية في العراق وحتى أنه نقدر نتخلص من الكارفانية ونقدر نتخلص من المدارس الطينية اللي آية للسقوط قدموها بحجة عادة عمارها لكن لا رجعوا عمرها ولا خلوا الناس باقي على الوضع اللي كانت عايشة بي واللي دون به داخل هذه المدارس اللي كانت بأي شكل ونشكال أنه هي جيدة رح نروح إلى صلاح الدين ونشوف أنه الأهالي ومناشدتهم للجهة المعنية بعادة تأهيل المدارس اللي توقف بها العمل منذ 9 سنوات نتيجة عدم حصول الشركات المنفذة على مستحقاتهم المالية من قبل الوزارة ومن قبل مجاس المحافظة اللي انحال عليهم الملف بالفترة الأخيرة احنا اليوم كمواطنين نباوع على أطفالنا على ولدنا دي يروح للمرسة أغلبية مدخليهم مدارس أهلية وبالإضافة مدخليهم مدارس يعني أساتذة خصوصيين يأخذون الفلوس وهاي المدارس مثل ما تشوف عينك انصرفت عليها الفلوس وللنص وتوقفت وين بقيت الفلوس لو احنا نطالب بمحاسبة المقصرين المقصر المقاول اللي يستلم هاي المدرسة وكملها لهنا وين بقيت الفلوس الدولة تصرف كاش محافظة بغداد المركزية تصرف كاش كامل لكن اليوم توصل المحافظة وتتبخر الفلوس إذن الخلل موجود هو بالمحافظة طالب بتفعيل المدارس اللي متوقفة وبناء وبناءها من جديد وإعادة الإعمار بها وين شبه زخم المدارس الباقية كلها بها زخم يعني أكثر من دوامين وثلاثة وأربعة الطالب في الحالة حتى المدرس ماذا يقدر ينطي حصة كافية للطالب ثلاثين دقيقة أو أقال لا تكفي ما تكفي للطالب حتى يستوعب يعني قبل تشلنا خمسين دقيقة خمسة وأربعين دقيقة يعني كافية الآن ثلاثين دقيقة الطالب ماذا يستوعب المدرس ماذا يقدر يعني ينطي للطالب يوصل للمنهاج بصورة صحيحة هناك مدارس الحد لأنه ما كاملانا بعمم المحافظة يعني مو بس بقضاءة كريت وأكو مدارس بها لأعداد هائلة يعني كل صفي خمسين طالب وحسب مناطقنا موجود هذا الشيء بعد كم يوم تبدأ للعام الدراسة الجديد والحد للمدارس حتى ما كملانا تاكو مدارس ما كملت وعلى شكل يعني مدارس اكو بها ثلاث دوامات وما يلاحقون الكاد التدريسي يدارسون بصورة جيدة شفت المدارس اللي تهدمت بحجة عادة العمار وشفت أيضا نسبة الإنجاز اللي بيها وتوقفت وذكرنا لش توقفت لأنه شركات المنفذة لهذه المشاريع هي ما أخذت مستحقات طيب المستحقات اللي كانت مخصصة لهم وين راحت ومن اللي مسؤول عنها ويارت أنه أحد يطلع من الجهات المعنية مجلس محافظة صلاح الدين أو المحافظة نفسه أو أي أحد كان مو فقط في صلاح الدين بل في كل محافظات العراقية ويقول لنا أنه مثلا الأموال اللي كانت مخصصة لبناء هذه المدارس وين راحت وليش أنه المدارس ما كملت لحد هذه اللحظة وإحنا بدينا بهذا المشروع منذ عام 2010 ولحد هذه اللحظة يعني صار 12 سنة أنه مدارسنا مهدمة معرف إذا هي خطة حتى أنه الطيحون بالتعليم والتربية بالعراق فقولوا ولو هي واضحة ما يحتاج تقولون لأنه دمرت المجتمع بسبب تدميركم للبناء التحتية لوزارة التربية وللتعليم أيضا أما أذا عدتكم فكرة ثانية يارات أنه أذا توصلون إلىها وتقولون لا أتر عمي نحن الأموال المخصصة لهذه المدارس موجودة بالحفظ والصون ويارات أنه يجينا أحد يستلمها من عدنا حتى يكمل هذه المشاريع اللي بدت وتوقفت ويخلص كل التلاميذ وأولياء الأمور والكوادر التربوية من هذه الوضعية المأساوية اللي عايشيها منذ سنوات ولحت هذه اللحظة نترك شوية وزارة التربية على أمل نباشر نحن نحكي بمواضيع ويارات تكون إيجابية نتمنى أن يكون هناك تغييرات إيجابية في المستقبل القريب نروح إلى موضوع الجفاف اللي دائما نتحدث به في أهل المدينة والقضية كلش مهمة لنتخص حياتنا مباشرة إلى الأنبار إلى مراسلنا هناك مصطفى الحامد حتى نحكي عن جفاف بحيرة الحبانية مو شي جديد طبعا ومو غريب وكنا نتوقع هذا الشي حالها حال بقية البحيرات والأهوار وإحنا عدنا تجدوا الفرات أصلا هسا حاليا على شفاء أن يموتى بسبب الجفاف مصطفى أهلا بيك أحكينا ماذا حدث في بحيرة الحبانية هذه البحيرة اللي المفروض أنه يجولها يعني تعرف هسا خنقل شته لكن هي المفروض أنه إحنا فتحناها كمكان سياحي مكان بالكثير من الدكريات موت بحيرة الحبانية موت الكثير من الأشياء وعلى رأسها طبعا الدكريات والأشياء المهمة جنا ما الذي حدث في هذه البحيرة عسى ولعل أنه يوصل صوتنا للجهات اللي ما جاي تحس على نفسها نعم أزل بالسابق كنا نتحدث عن موضوع الجفاف لكن اليوم نتحدث عن عفن المياه والجفاف وبالتالي اليوم هناك معاناة كبيرة جدا بالنسبة للأراضي الزراعية بالنسبة لمربية الأسماك وصياد الأسماك اليوم الحياة توقفت في شكل كامل يعني شنو عفن خلي نفسرها يعني نمو طحالب تؤثر على المياه نعم أزل الشمبلان القصب البردي يعني هذه النباتات تنمو بصورة سريعة وكبيرة جدا وذلك بسبب ركود المياه وحلة تدوير المياه يعني كما تعرفين توقف الإطلاقات من الدول المتشاطة المتعاملة مع العراق كانت سببا بركود المياه وتلوث الآن في العشرين من تموذ الماضي باشرة وزارة الموارد المائية بعد استنزاف المياه في نظم الورار في الرمادي وأيضا في نسات حديثة بتحويل مياه الحبانية إلى مجرى نهر الفرات مرورا بالفلوجة ووصولا إلى محافظات الجنوبية ومتمو إلى شطة العرب في البصرة بالحقيقة الحال يعني مخيف جدا يعني آخر ما توصلنا إليه هو عفن المياه يعني هذه مصيبة كبيرة جدا إجاءات المعنية الحكومية في الأنبار هل لديها علم بما حدث هل هناك تحرك لعاد الموضوع يعني مر مرور الكرام بالتأكيد أزل يعني دوار الموارد المائية يعني مباشرة بموضوع الكري موضوع محاولة تغيير مسارات وذلك من أجل تدفق مياه بصورة أسرع وأكبر القوارب يعني رسمت على على جفاف توقفت مشاريع الصيد مشاريع تدول الأسماء بالنسبة للصيادين الحبانية بحيرة حبانية لا تحدث عن مدينة السياحية فقط الحبانية قضاء كبير جدا من قضاء الخالدي من عفوا قضاء الحبانية من بين الفلوجة والرمادي وصولا إلى المدينة السياحية بحيرة كبيرة جدا بمنطقة كريشان هذه اللقطات التي تظهر بجانبه هذه المنطقة الحبانية القديمة يعني حاليا المزروعات المستفادة يعني كلها ماتت أو جاي تموت يعني يعني الموضوع ما يتصر على جهة معينة أو مساحة معينة أكيد يعني المزروعات الأراضي الزرائية تروة سمكية كما أسلف التروة السمكية يعني أصبحت بخطر خطر الإبادة يعني تعفل المياه وموضوع خطر جدا ليس على الثروة السمكية فقط ولكن على حياة المواطن العراقي بالصورة عامة تعفل المياه هو خرابة يعني ركود المياه قد يخرج أغلب الإسالات عن الخدمة وذلك بسبب صعوبة صعوبة تصفية المياه وجود دائرة المياه قامت بوضع امتصاصات مصطفى أذرا أذا تسمعني المحطات الإسالة التصفية في قضاء الحبانية كلها من هذه البحيرة لو أقو مصادر أخرى أتغذي المحطات من أجل إيصال المياه الإسالة إلى المنازل بشكل سلسل الحبانية لو أقو مصادر أخرى رعفة ونهار الفرات يعني تحتمد على محطات الإسالة بمحطة الأنبار بصورة كاملة ولكن بحيرة الحبانية محطة خزين محطة خزين للمياه يتم الاستفادة منه في مثل هذه الظروف ولكن الظروف كانت أكبر من المتوقع يعني استنزاف ستحديثة استنزاف نظم الوغار والآن بحيرة الحبانية يعني بعد بحيرة الحبانية بما أنه أنت تواصلت مع أجهات المعنية المتمثلة بالدوائر التابعة لوزارة المورد المائية انخفاض خمسة أمتار يعني كالثة هناك معلومات أو هناك أخبار أنه القادم رح يكون أكثر جفاف أنه ممكن تواصل لعشرة مثل ما أعرضنا في تقرير اليومين الماضية 15 متر كان انخفاض رافق للأسف يعني التقارير الرسمية تتحدث عن خمسة أمتار فقط ولكن الواقع يتحدث عن مسافة أكبر نعم من الجفاف يعني بحسب مواطنين استقناهم في منطقة الحبانية القديمة يعني بالمسافة التي تم ذكرها من المكان الذي وصل إلى المياه وحتى مطلع اليابس التي كان موجود فيه المياه يصل إلى تقريبا 19 أمتار يعني مسافات مخيفة ومرعبة جدا قد تسبب مصطفى بشكل بشكل سريع يعني الناس المعتمدة مثلا على صيد الأسماك هذا رزقهم من قطع هذا حاليا الناس اللي عندها مزروعات هذا رزقهم من قطع هذول وين راح هون السحال نحن نعرف بالأهوار صار هناك هجرة جماعية وترك لأماكن الأهوار نتيجة الجفاف وموت حيواناتهم أيضا هناك هجرة لو باقين ينتظرون هناك أمل لحد هذه اللحظة هم باقين بأراضيهم وموتهم السكين بمناطقهم التي مر عليها مئات السنين ولكن قد يكون موضوع الهجرة أو موضوع الهجرة حاليا يعني بصدد التنفيذ في حال استمرت الشوح الماء لكن هناك أمل بهطول الأمطار خلال الأيام القليلة القادمة مع بدء دخول موسم الشتاء ولكن هناك يعني مطالف شعبية ومع الاستياء إلى الحكومة الاتحادية بضرورة فتح قنوات الحوار مع الدول المتشاطئة وتنفيذ نعمة 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 نعم مصطفى نحن نشكرك وهذا موضوع كل شي خطير ونتمنى أن يكون هناك فعلا تجاوب من قبل الجهات المعنية الحكومية وحتى سواء داخل أو حتى خارج العراق لأنه نعاني معاناة كبيرة بهذا الموضوع إن شاء الله نشكرك مصطفى الحامد مرسلنا هناك وإن شاء الله يا رب باشر نكمل بقية الموضوع نتمنى أن يكون هناك على الأقل تحرك حول بعض المواضيع التي تم طرح اليوم هذا كل مكان عندنا اليوم في أهل المدينة نتمنى دائما نلتقى على الخير والمحبة والسلام على وطن سالم ومعافى ومنتصر فيما الله إذن وصلنا لكم لكتام حلقنا لهذا اليوم شكرا لكم إلى اللقاء شكرا لكم